اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد ففي اللقاء الماضي من هذه الدورة العلمية المتعلقة بكتاب الرعاية للإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله تعرضنا لشيء من سيرته وذكرنا لماذا نتحدث عن هذا الكتاب لماذا اختير هذا الكتاب كتاب الرعاية ثم قرأنا مقدمة الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله التي قدم بها ومن خلالها دخل إلى موضوع هذا الكتاب وهو علم التجويد وذكر في المقدمة أنه سيذكر جملة من فضائل القرآن وأهله وما يتعلق بآداب حامله فاليوم نمر بإذن الله تعالى على ما ذكره من فضائل وأحاديث وأقوال للسلف الصالح رحمهم الله في هذا الأمر لندخل بعد ذلك إلى موضوع الكتاب الأساسي قال الإمام مكي رحمه الله باب نذكر فيه جملة من فضل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه يقول قال أبو محمد رحمه الله اعلم أن هذا الباب واسع كبير قد ألف العلماء فيه كتوبا كثيرة وأنا أذكر من ذلك نكة تدل على فضله وأجره وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به ونحذف الأسانيد للإيجاز والاختصار وهذه منهجيته الآن فيما سيذكر من الأحاديث التي تتعلق بفضل القرآن وفضل طالبه وقارئه ونلاحظ أيها الإخوة أنه ابتدأ هذا الأمر بذكر الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه ولهذا يحتاج طالب العلم دائما أن يذكر في أول الأمر وفي آخره بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العلم وأولى العلوم التي يخلص لله سبحانه وتعالى فيها ما كان متعلقا بكتابه فيقول رحمه الله فأعظم ما يستشعره المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق كلام من ليس كمثله شيء وصفة من ليس له شبيه ولا ند وكتاب إله العالمين ووحي خالق السماوات والأرضين وهو هادي الضالين ومنقذ الهالكين ودليل المتحيرين وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو السراج المنير وهو الحق المبين وهو الصراط المستقيم فأي فضل بعد هذا هذه أوصاف وصف بها كتاب الله سبحانه وتعالى وتلحظون من خلال ما وصف به القرآن أنه جرى في هذا على قول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله منزل غير بخلوق والإمام مكي بنبي طالب رحمه الله هو من الأئمة من أئمة السنة الذين ساروا على نهج السلف الصالح رحمهم الله ثم ذكر أحاديث يقول فمما غوي في فضل تلاوة القرآن أن زيد بن أسلم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الحال المرتحل يريد الذي يختم القرآن ثم يفتتحه ثم يقول وبهذا الحديث أخذ عبد الله بن كثير المقرئ فروا عنه ابن أبي بزة المكي بإسناده أنه كان يأمر القارئ إذا ختم عليه القرآن أن يفتتح بعقب ذلك فيقرأ الحمد لله وخمس آيات من البقرة ليكون مرتحلا من ختمة حالا في ختمة أخرى اتباعا للحديث هذا الحديث والأحاديث التي سيذكرها الإمام مكي رحمه الله ينبغي أن يعلم أنها ليست كلها تصح وإنما تحدث عنها العلماء علماء الجرح والتعديل علماء الحديث تحدثوا عنها صحة وحسن وضعف فمن ضمن تلك الأحاديث هذا الحديث المشهور بحديث الحال للمرتحل والمقصود أنه كل من انتهى بدأ مرة أخرى فهو حال ومرتحل وهذا الحديث أشار إليه حتى المحقق بالضعف وبيّن ضعف سنده ونحن بالنسبة للأحاديث التي سترد أيضا فقط من باب أن الإمام مكي ذكرها بعضها واضح الصحة ومعروف وبعضها فيه كلام لأهل العلم قال وروا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وهذا حديث مشهور صحيح وهذا أحد ألفاظه ثم قال وكان أبو عبد الرحمن يجلس لإقراء القرآن ويقول هذا الذي أجلسني هذا المجلس يريد الحديث الذي ذكرنا حديث عثمان رضي الله عنه ثم ذكر الإمام مكي رحمه الله حديث من قرأ القرآن وعلم ما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس فكيف بمن عمل به وأيضا هذا الحديث تكلم فيه واختلفت أنظار المحدثين فيه ولكننا كما ذكرت إنما نذكره لذكره إياه فقط وقال كعب إن في التوراة مكتوباً أن الغلام إذا تعلم القرآن وهو حديث السن وحرص عليه وعمل به وتابعه خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه عنده من السفرة الكرام البررة وإذا تعلم الرجل القرآن وقد دخل في السن وحرص عليه وهو في ذلك يتفلت منه كان له أجره مرتين ويكسى حلة الكرامة ويتوج تاج الوقار ويقول الله جل ذكره للقرآن هل رضيت هذا لعبدي فيقول القرآن ما رضيت ما أعطيته فيعطى النعمة بيمينه والخلد بسماله فيقول الله جل ذكره للقرآن هل رضيت ما أعطيت لعبدي فيقول نعم أيضا هذا الحديث يعني عبارة عن أحاديث مجموعة أحاديث لكنه جمعها هنا وفي بعضها أيضا كلام وأول حسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلم القرآن فإنه نعم الشفيع هو لأهله يوم القيامة تعلموا البقرة فإن تعلمها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان وفي رواية غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف الحديث وذكر أيضا حديث أبي أمامة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة إلى آخر الحديث والحديث أيضا ذكره بعضهم في الموضوعات يقول وذكر عن الحسن البصري رحمه الله من استمع آية من كتاب الله كتب الله له بها آية مضاعفة ومن تلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة وذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا القرآن وتلوه فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف وهذا الحديث حديث مشهور معروف في قراءة القرآن في فضل قراءة القرآن وذكر أيضا قول أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى فإن كان يهذه أعطي بقدر هذي وإن كان يرتله أعطي بترتيله ولكن الحديث الوارد واضح يقال لحامل القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقع وسيذكر هذا الحديث أيضا لكنه هنا ذكر قولا لأبي سلمة فقط وقال مجاهد من ختم القرآن نهارا وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي ومن ختم القرآن ليلا وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى يصبح يقول وكانوا يستحبون أن يكون الختم للقرآن في أول النهار أو في أول الليل لهذا الحديث وهذا قول أيضا رواه عن مجاهد وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع القرآن فظن أن أحدا أغنى منه فقد حقر عظيما وعظم صغيرا أيضا يعني في الحديث كلام وذكر أيضا حديث إن القرآن يتمثل يوم القيامة بأحسن صورة رآها الناس فيقول الناس من هذا نبي فإذا جاوز مكان النبيين قالوا بل هذا ملك فإذا جاوز مكان الملائكة عرفوا من هو حتى يأتي بين يدي الله فيعرض عليه الثقلان فيشهد على كل مرئ كيف كان فيه فشاهد مصدق وشفيع مطاع وهذا الحديث ذكر المحقق أنه لم يجده فيما بين يديه من المصادر وذكر أيضا حديث يقول الله لحملة القرآن تقربوا إلي بنور كتابي أزدكم حبا وأحببكم إلى عبادي وذكر أيضا من قول ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات وقد مر من قبل وذكر قول أم الدرداء رضي الله عنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه وممن دخل الجنة فقالت إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن وذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب وذلك بأن الله يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما فضمن الله لمن تبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وذكر أيضا حديث أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله قالوا بلى قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فلن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا وذكر حديث يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا شفيعا مطاعا وقد ذكر اللفظ هنا شفيع مطاع أو ماحل مصدق فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراءه ساقه إلى النار قال الليث يقال من رحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولعل من الله واجبة وذكر قول علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله هو خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل إلى آخر ما جاء من هذا الحديث أو القول المشهور في صفة القرآن وذكر أيضا حديث إن هذا القرآن مأدوبة الله فتعلموا مأدوبة الله ما استطعتم وذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه مثل البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له وقول ابن سيرين رحمه الله البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين ويتسع بأهله ويكثر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين وتخرج منه الملائكة ويضيق بأهله ويقل خيره وذكر حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وذكر رواية أخرى له وذكر حديث من قرأ بمائة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين ومن قرأ ألف آية إلى خمسمائة أصبح وله قنطار من الأجر القيغاط منه مثل التل العظيم وذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ في ليلة خمسين آية لم يكتب من الغافلين وعن ابن عمر رضي الله عنهما من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين وذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما من سمع آية من كتاب الله تعالى تتلى كانت له نورا يوم القيامة وذكر حديثا في فضل قراءة القرآن نظرا وحديثا من شهد خاتمة القرآن وذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه من أعطي القرآن فمد عينه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن ألم تسمع إلى قوله جل وعز لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه هذا الباب ذكر فيه إذن فضائل القرآن والتنبيه على الأحاديث التي ذكرها هنا لا بد من مراجعتها صحة وضعفة ثم ذكر باب ما يحذر منه أهل القرآن من الرياء فيه وغيره قال أبو محمد رحمه الله يقصد طبعا إذا قيل أبو محمد فهو الإمام مكي أعظم آفة تدخل على أهل القرآن طلبه لغير الله واستعمال الرياء فيه وإخلاص العمل فيه للدنيا وترك اتباعه والإعراض عن العمل بما فيه أعظم ذنبا وأقرب إلى الهلكة به هنا ينبه الإمام مكي رحمه الله ويعظ ويوجه فيما يتعلق بالتحذير من الرياء لحامل القرآن وقارئه فيذكر أن من أعظم الآفات التي تدخل على أهل القرآن طلبه لغير الله جل وعلا أو الإخلاص للدنيا فيه وليس لله عز وجل وترك الاتباع له والإعراض عن العمل بما فيه هذه كلها آفات ينبغي أن يحذرها حامل القرآن وقارئه وذكر قول الحسن رحمه الله أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن كان لا يقرأه يقول خالى أبو محمد يقول وأنا أقول أولى الناس بهذا القرآن من عمل به وإن لم يحفظه من عمل به وإن لم يحفظه وإن أشقى الناس بهذا القرآن من حفظه ولم يعمل بما فيه يقول ولذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن ولا يتبعكم القرآن ثم ذكر ما روية يعني حديثا روية في جب الحزن وذكر أيضا أن أصل هذا الموضوع هو قول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يعمل عملا يظهر أنه لله وهو يريد به الرياء فقد سماه الله تعالى شركا وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم قال الإمام مك رحمه الله والروايات في هذا الأمر كثيرة ثم ذكر مصدره في هذه الأحاديث التي ذكرها فقال وهذه الأحاديث مذكورة في كتاب أسد بن موسى رويناها عنه وكأنه يتبع قاعدة من أسند فقد برئ بمعنى أنه أسند إلى هذا الكتاب ولك أنت كطالب علم أن تنظر بعد ذلك في صحة هذا من ضعفه قال فليتق الله حامل القرآن في نفسه وليخلص الطلب والعمل لله فإن كان قد تقدم له شيء مما يكره فليبادر إلى التوبة والإنابة من ذلك وليبدأ بالإخلاص في طلبه وعمله فالذي يلزم حامل القرآن من التحفظ أعظم مما يلزم غيره كما أن له من الأجر ما ليس لغيره وكما يقال الغنم بالغرم فحامل القرآن أجره عظيم إذا أخلص لله سبحانه وتعالى فيه فكذلك بالمقابل إذا لم يخلص لله سبحانه وتعالى فيه كانت العاقبة أعظم ثم عقد الإمام مكي رحمه الله باباً فيما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به وتلحظون أنه بدأ بباب الفضائل ثم ثنى أيضاً بذكر ما يتعلق بالإخلاص وعدم الرياء ثم ذكر هنا ما ينبغي أن يأخذ به نفسه حامل القرآن وهذا معناه أن الإنسان يحتاج أن يتهيأ لما يتلو نحن الآن نتحدث عن التجويد عن علم التجويد ولكننا قبل أن ندخل إليه لا بد أن نجود هذه القلوب هذه القلوب تحتاج إلى تجويد آخر تجويد إخلاصها تجويد علاقتها بالله عز وجل حتى تقرأ هذا القرآن وتعي ما فيه وتعمل به فلهذا نحتاج دائماً أن نصفي هذه القلوب ونهيئها يقول الإمام مكي رحمه الله أول ما ينبغي لطالب القرآن فعله أن يخلص طلبه لله تعالى فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ القرآن يبتغي به وجه الله تعالى كان له بكل حرف عشر حسنات أو محو عشر سيئات وقالت عائشة رضي الله عنها إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن فليس أحد ممن دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن تعني لله مخلصاً يقول وينبغي له يعني حامل القرآن أو صاحب القرآن أن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره في الصلاة أو في غيرها وإن قل ذلك قوله وإن قل ذلك يوحي بماذا؟ الاستدامة وإن قل كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وهذه كلمة عظيمة يا إخوة تفيدنا في قراءة كتاب الله عز وجل أن تكون لنا قراءة في كتاب الله عز وجل وإن قلت يعني تكون التلاوة دائمة ولذلك احرص دائما على أن تقرأ من كتاب الله عز وجل فإذا فاتك وردك فإقرأ ولو قليلا ولو قل ولو قل وبهذا يكون الإنسان مداوما على هذه الطاعة يقول وقد سئل الحسن عن رجل يحفظ القرآن وينام ليله كله فقال أبعده الله هذا يتوسد القرآن يقول أو قال كلاما أشد من هذا يقول وينبغي له ألا يطلب بالقرآن شرف المنزلة عند أبناء الدنيا من الملوك وغيرهم وأن يخلصه لله فإن كان قد دخله شيء من ذلك فليتب منه وليعتقد الإخلاص لله هذه القلوب ربما تتغير النية ربما يحصل فيها شيء من خلل فماذا على صاحب القرآن أن يعمل عليه أن يتتبع نيته ويجددها دائما ويجددها دائما يخلص لله سبحانه وتعالى فإن الشيطان حريص على أن يغير النية ليحبط العمل ليحبط العمل فعلى المر أن يراجع نيته دائما يقول وينبغي له أن يكون لله حامدا ولنعمه شاكرا وله ذاكرا وعليه متوكلا وبه مستعينا وإليه راغبا وبه معتصما وللموت ذاكرا وله مستعدا هذه كلها مما يرقق قلب صاحب القرآن يقول وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه ويكون الخوف في صحته أغلب عليه إذ لا يعلم بما يختم له ويكون الرجاء عند حضور منيته أقوى منه في نفسه لحسن الظن بالله وقرب منيته منه وينبغي له أن يكون عالما بأهل زمانه متحفظا من شيطانه ساعيا في خلاص نفسه ونجاة مهجته مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه مجاهدا لنفسه في ذلك ما استطاع وينبغي أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه ثم نقل قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وببكائه إذا الناس يضحكون وبورعه إذا الناس يخلطون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخضوعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون وذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما ولا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض ويحسد مع من يحسد ويجهل مع من يجهل ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن لأن في جوفه كلام الله تعالى قال الإمام مكي رحمه الله بعد أن ساق هذا كله قال وينبغي له أن لا يحبس في نفسه غلا لمسلم وأن يعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من حرمه وأن يأخذ بالفضل في أموره إذ لا منزلة فوق منزلته يعني بما أنه حامل القرآن فينبغي أن يكون في أعلى المراتب في معاملة الخلق أيضاً وهذا تنبيه مهم على أن القرآن يصلح من خلق صاحبه ثم عقد باباً فيما يجب من تعظيم القرآن وإزلال حامله وذكر قول أبي موسى رضي الله عنه من إزلال الله تعالى إزلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن أفضل من كل شيء فمن وقر القرآن فقد وقر الله ومن استخف بالقرآن فقد استخف بحق الله إلى آخر ما ذكره في هذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه أيضاً بعض أهل العلم ثم ذكر قول قتادة رضي الله عنه يقول ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن يريد تعظيماً له وهذا من شدة التعظيم قال وقال يزيد بن أبي مالك إن أفواهكم طرق من طرق القرآن فطهروها ونظفوها ما استطعتم يقول الكراث معروف يعني نبات من الخضار المعروف الثوم والكراث والبصل معروفة يعني نعم يقول قال المحدث عنه فما أكل البصل منذ قرأ القرآن يريد إجلالاً للقرآن قال مجاهد رضي الله عنه إذا تثاؤبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن حتى يذهب تثاؤبك وهذا من حسن الأدب مع القرآن ومن تعظيم القرآن قال عكرمة يريد أن في ذلك الفعل إجلالاً للقرآن وتعظيماً له وكره أبو العالي أن يقال سورة صغيرة أو قصيرة وقال لمن سمعه قال ها أنت أصغر منها وأما القرآن فكله عظيم هذا كله يذكر في تربية النفس على تعظيم كتاب الله عز وجل وتعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى ومن الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها أيضاً في تعظيم كتاب الله عز وجل أن إذا سمعت القرآن إذا سمعت القرآن فأرعي سمعك له فأرعي سمعك له وهذا مما يزيدك تعظيماً لهذا الكتاب وإذا سمعت آية مثلاً وأنت في سيارتك وأنت في بيتك وأنت في مكان ما سمعت آية من كتاب الله عز وجل فاحرص على أن تكمل هذه الآية وأن لا تقطعها وهكذا تربي نفسك دائماً على تعظيم كتاب الله عز وجل ثم عقد باباً في أدب طالب القرآن وما يجب عليه منه قال أبو محمد ينبغي لطالب القرآن بعد إخلاص طلبه لله أن يتحفظ في نقله وينقله عن ثقة يرضى حاله وعلمه ودينه الآن يدخل إلى ما يتعلق بقضية القراءة فيقول طالب القرآن بعد أن يصفي نيته لله عز وجل فيه ماذا ينبغي له يقول أن يتحفظ في نقله كيف يتحفظ في نقله بأن ينقله عن ثقة يرضى حاله وعلمه ودينه إذن هنا ينبه على ما ذكره السلف رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم فلهذا يتحفظ في أخذه لكتاب الله عز وجل فينقله عن ثقة يرضى حاله وعلمه ودينه يقول وينبغي له أن يتواضع لله عز وجل في طلبه ولمن ينقل عنه ولمن يطلب معه يعني مع مشايخه ومع أقرانه ومع تلامذته يستعمل التواضع لله سبحانه وتعالى يقول وأن لا يبخل على من أراد القراءة عليه إذا أمن على نفسه من الخطأ وهذا أيضا يعتبر من آداب آخذ القرآن فإذا أخذ القرآن وجاءه من يريد أن يأخذه منه ويقرأ عليه فلا يبخل عليه بهذا العلم يقول وينبغي له أن يلين جانبه لمن يطلب عليه ولمن يطلب منه ولا يعنفه ولا يزجره ولا يرجوه ويقبل عليه ما استطاع ويحتسب في ذلك ما عند الله يعني أيضا يتأدب بلين الجانب فإن الناس قد يختلفون حتى القراءة أحيانا في طباعهم ولكن كلما كان الطبع لينا سهلا كان أولا وهذا لا يمنع آخذ القرآن من أن يأخذ ممن كان طبعه غير ذلك ولكن إنما يقال لمن يقرأ القرآن لن في أيدي الناس كن سمحا كن سهلا فإذا كان طبعه غير ذلك فإن هذا لا يمنع من الأخذ منه ولكن يكون المرء حريصا على أن يتجنب ما يقع أحيانا من غلظة أو شدة من بعض المقرئين أو من بعض أهل العلم يقول وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات ويقل الضحك وكثرة الكلام واللغط في مجالس القرآن وغيرها ويأخذ نفسه بالحلم والوقاع هذا أدب المجلس إذا جلس كيف يكون يقل الضحك ولا يكثر في الكلام واللغط ويكون حليما وقورا يقول وينبغي له أن يتواضع للفقراء ويتحفظ من التكبر والإعجاب ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة وينبغي له أن يدع الجدال والمراء ويأخذ نفسه بالرفق والأدب وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره ويسلم من ضره وأن لا يسمع ممن نم عنده وينبغي له أن يصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق ويزينه ولا يشينه إذن هذه صفات وآداب يبغي أن يتحلى بها صاحب القرآن ومن يريد أن يأخذ القرآن طالب القرآن طالب هذا العلم مع نفسه ومع غيره ومع الناس عموما ومع مجلس الإقراء الذي يقرأ فيه ثم عقد الإمام مكي رحمه الله بابا عنوان له بباب ما يكمل به حال طالب القرآن قال ينبغي لطالب القرآن أن يتعلم أحكام القرآن يعني ما سبق من أبواب في الفضائل وفي الآداب هذا أشياء تكميلية هذه أشياء تكميلية أيضا وإن كانت ليست في ذات ليست في ذات العلم المتعلق بتزويد لفظ التلاوة وتحقيقها لكن له علاقة أيضا بعموم العلم يقول ينبغي لطالب القرآن أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله ما فرض عليه ويلقن عنه ما خاطبه به فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو وينبغي أن يتعلم الناسخ والمنسوخ فيعلم ما فرض عليه مما لم يفرض عليه وما سقط العمل به مما العمل به واجب وأن يتعلم الفرائض والأحكام واضح الآن أنه يذكر علوما أخرى غير علم القراءة القراءة لكنها تكمل تكمل طالب علم القراءة يقول فما أقبح حامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يعلم ما يتلو فكيف يعمل بما لا يفهم معناه واضح وما أقبح به أن يسأل عن فقه ما يتلو فلا يدريه فما من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفار يعني يقول ينبغي أن يفهم وأن يحرص على الفهم طيب ما هو العلم الذي يفهمك القرآن يقول تعلم الأحكام الناسخ والمنسوخ الفرائض الفقه كيف تعمل بهذا القرآن وهكذا العلوم التي تفهمك الآيات فإنه يطبح بحامل القرآن أن يكون سنين يظل سنين عددا وهو يحكم القراءة ويتقنها ولكنه لا يفهم ما يقرأ لا يفهم ما يتلو ليس له عناية بفهم كتاب الله عز وجل هذا من أقبح الأمور يقول وينبغي لطالب القرآن أن يعرف المكي من المدني أيضا هذا أحد علوم القرآن فيفهم بذلك ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام وما افترض عليهم في أول الإسلام وما زاد عليه من الفرائض في آخره ويقوى بذلك على معرفة الناسخ والمنسوخ لأن المدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن ولا يمكن أن ينسخ المكي المدني لأن المنسوخ هو المتقدم في النزول قبل الناسخ له هذه قاعدة واضحة النسخ يكون بدليل متأخر فلا يمكن أن يكون متقدما يعني بدليل المتقدم قال ومن كمال حال طالب القرآن أن يعرف الإعراب وغريب القرآن وهذا أيضا تنبيه على علم اللغة والإعراب وما يتعلق بهذا لأنه من أصول الفهم يقول فذلك مما يسهل عليه معرفة معنى ما يقرأ ويزيل عنه الشك في إعراب ما يتلو يقول فهذا كله من كماله وتمام شرفه وبراعته وتهذيبه فقد قالت عائسة رضي الله عنها الماهر في كتاب الله مع السفرة الكرام البررة والذي يشق عليه القرآن له أجران بمشقته وتلاوته وهذا حديث مروي أصلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا سابقا وهنا ذكره كقول لعائسة رضي الله عنها قال ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه تلاحظون أنه يكرر الإخلاص يكرر ويعيد على قضية الإخلاص وهنا يذكر أخيرا شيئا مهما قد يقول قائل إنني في البداية لم أخلص فماذا أعمل ولذلك يقول لا يقول يخلص عند طلبه أو بعد طلبه كيف يخلص بعد طلبه يقول فقد يبتدئ الطالب للعلم يريد به المباهات عند طلبه والسرف في الدنيا أو لا يعتقد به شيئا من ذلك يكون الطلب كأنه على غير نية يعني نية غير واضحة يقول فلا يزال به فهم العلم حتى يبين له أنه على خطأ في اعتقاده فيثوب من ذلك ويخلص النية لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله فقد قال بعض العلماء لقد طلبنا العلم لغير الله فما زال العلم بنا حتى ردنا إلى الله تعالى أو كلاما هذا معنا وقال مجاهد رضي الله عنه لقد طلبنا العلم زمانا ما لنا فيه كثير نية ثم حسن الله فيه النية بعد إذن العلم أيها الإخوة يدلك على تخليص النية كلما ازددت أنت في العلم كلما قادك هذا العلم إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه ثم عقد الإمام مكي رحمه الله بابا في صفة من يجب أن يقرأ عليه وينقل عنه كان قد قال من قبل إنه ينبغي له أن يأخذ أو أن ينقل عمن صح علمه وكان موثوقا وذا علم وذا دين فيقول هنا من يجب أن يقرأ عليه وينقل عنه خصه بمزيد من التفصيل يقول يجب على طالب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علم العربية والتزويد بحكاية ألفاظ القرآن طيب هل هو الآن يذكر يعني بالذات فيما يتعلق بالتزويد فيما يتعلق بالتزويد أنه يجب على طالب القرآن أن يتخير من كان عالما بعلم التزويد هل هذا هو المقصود هل هذا المقصود لا ذكر التزويد هنا فنحن نريد أن نعرف هل كان علم التزويد قائما حتى يقول إنه ينبغي له أن يتعلم التزويد مثلا إذن فالتزويد استخدم الإمام مكي رحمه الله كلمة التزويد ليست علما على علم التزويد وإنما بالمعنى المصدري العام واضح ولا لا ولذلك الآن مع كثرة تداول هذه الكلمة عندنا قد يظن ظن أنه عندما يذكر كلمة التزويد فإنه يعني علم التزويد ونحن نقول هذا من أوائل ما ألف في التزويد ولم يكن المصطلح بعد هو علم التزويد ولهذا ماذا سمى كتابه الرعاية في تزويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة طيب التزويد صار خاصا بالقراءة والتحقيق صار خاصا بالتلاوة لا يمكن أن يكون هذا هو المصطلح واضح ولا لا ولذلك استخدم كلمة التزويد كمصدر وليس كعلم مما يدل على ذلك قوله هنا يجب على طائب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علم العربية والتزويد بحكاية الفاظ القرآن يعني وأهل وأهل الصيانة يقول والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علم العربية والتزويد بحكاية ألفاظ يعني المجودين في حكاية ألفاظ القرآن وليس علم التزويد واضح قال وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلم يعني هذه صفات من ينبغي أن يؤخذ عنهم يقول فإذا اجتمع للمقرئ صحة الدين والسلامة في النقل والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علوم العربية ويش والتزويد بحكاية ألفاظ القرآن إذن ما يقصده علم التزويد يقول والتزويد بحكاية ألفاظ القرآن كملت حاله ووجبت إمامته قال وقد وصف من تقدمنا من علماء المقرئين القراء فقال القراء يتفاضلون في العلم بالتزويد طيب الآن هذه أيضا كلمة التزويد جاءت هنا فهل المقصود بها علم التزويد المقصود المصدر واضح القراء يتفاضلون في العلم بالتزويد ما الدليل على ذلك؟ قوله بعدها فمنهم من يعلمه رواية وقياسا وتمييزا فذلك الحاذق الفطن طيب هل كان هناك علم يعني يسمى بعلم التزويد وصار منهم من يعلمه رواية وقياسا وتمييزا؟ لا، وإنما يقصد من يعلم التزويد، من يعلم هذا التحسين، هذا المصدر، رواية وقياسا وتمييزا، فذلك الحاذق الفطن، ومنهم من يعرفه سماعا وتقليدا، فذلك الوهن الضعيف، فذلك الوهن الضعيف، لا يلبث أن يشك ويدخله التحريف والتصحيف، إذ لم يبني على أصل، ولا نقل عن فهم، قال فنقل القرآن فطنةً ودرايةً أحسن منه سماعا وروايةً، إذن يزمع بين أمرين، رواية ودراية، يقول فالرواية لها نقلها والدراية لها ضبطها وعلمها، وهذا الذي يريد أن يقعده هو قال فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية، وجبت له الإمامة وصحت عليه القراءة إن كان له مع ذلك ديانة هذا قول نقله هو، يعني واضح أن الإمام مكي يشير إلى أحد قبله تحدث عن هذا، ولكنه لم يحدد بالضبط من صاحب هذا القول أما القول الثاني فحدد بالضبط، قال وقد قال أبو بكر بن مجاهد في وصف حملة القرآن ابن مجاهد المعروف، مسبع السبعة كما يقولون وشيخ الصنعة، الإمام بن مجاهد، أحمد بن موسى بن مجاهد، معروف، مسبع السبعة قال في كتابه السبعة، قال من حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات هذا التفصيل الذي يذكره الإمام بن مجاهد رحمه الله، مهم في بيان فائدة الإعراب واللغة والضبط لأن الناس فعلا يختلفون في حملهم لكتاب الله عز وزل يقول من حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعاني الكلام العالم البصير بعيب لفظ القراءة المنتقد للآثار فهذا ما وصفه يقول فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن من كل مصر من أمصار الإسلام هذا هو النموذج يعني كأنه يقول هذا هو المثل واضح؟ قال ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم عنده غير ذلك يعرب بمعنى أنه ما معنى يعرب؟ يبين ولا يلحن يعني واضح ولا لا؟ ولا يلحن يقول يعرب ولا يلحن لفظه واضح وقراءته يعني سليمة فيما يتعلق بالحركات وكذا نعم ولا علم عنده غير ذلك يقول فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه هذا كما يقال على السليقة واضح؟ قال ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه وليس عنده إلا الأداء لما تعلم لأنه لا يعرف الإعراب ولا غيره هذا لا يعرف إعرابا لغة لا يعرف شيء من هذا ولكنه يؤدي كما سمع يقول فذلك الحافظ لأنه يؤدي فقط كما سمع يقول فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه عليه وكثرة ضمه وفتحه وكسره في الآية الواحدة لأنه لا يعتمد على علم بالعربية ولا به بصر بالمعاني يرجع إليه وإنما اعتماده على حفظه وسماعه وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع ويشتبه عليه أو تشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلى أن يغويه عن غيره ويبرئ نفسه وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه وأوهم فيه وحبس نفسه على لزومه والإصرار عليه أو يكون ما معنى هذا الكلام يعني يقول الذي يؤدي فقط ما سمع ولا يعرف الإعراب ولا كيف جاءت هذه الأشياء ماذا يفعل؟ هذا حافظ فمن الممكن أن يقع في الوهم لماذا؟ لأنه يكثر الفتح والضم والكسر وما يتعلق بالآيات يعني عندما ينقل القراءة لأنه يتحدث عن القراءات عندما ينقل القراءات فقد يخفى عليه بعضها فعلا وقد يؤدي به حفظه إلى أن يصر على شيء يقول هكذا أخذت وهو في الحقيقة واهم فيحمل عنه هذا الخطأ أيضا والوهم واضح ولا؟ طيب يقول أو يكون قد قرأ على من نسي وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم فذلك لا يقلد القراءة ولا يحتج بنقله إذن الحافظ فقط الذي يحفظ وينقل إنما هو مثل الشاهد لغيره ولكنه لا يكون أصلا في أصلا يقلد القراءة يعني هو الذي يقلل القراءة وإنما كأنه كما يقال نسخة أخرى أيضا واضح ولا لا؟ فلهذا الحفظ مهم ولكن أن تعلم أيضا كيف جاء هذا وكيف قرأ هذا مهم أيضا لترجع إليه في حال الاشتباه حال النسيان حال الوهم وهكذا قال ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعنى ويعرف اللغات هذا عالم باللغة ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار يعني عالم باللغة غير عالم بالقراءات فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون مبترعا واضح ولا لا؟ واضح لأن القراءة ليست بالتشهي وليست بالتقول أو بما يصح لغة عمومة لا وإنما هي بالنقل وإنما هي بالنقل قال أبو محمد يجب لطالب القرآن أن لا يهمل نفسه وينقل عما لا يجب النقل عنه ممن هذه الصفات صفته والتوفيق بيد الله جل ذكره وعز هنا أنهى الإمام مكي رحمه الله ما يتعلق بالتوجيهات والآداب التي تنبغي لصاحب القرآن أو لمن يريد أن ينقل القرآن بعدها سيتجه الآن إلى الدخول إلى علم التزويد من بابه وهو الحروف وهو الحروف يعني هو استخدم ترتيبا منطقيا واضحا فالآن يبوّب باب معرفة الحروف التي يؤلف منها الكلام وعللها والله أعلم